السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله كان فيه نجار شاطر جدا في مهنته ومشهور جدا في منطقته ومعروف بخبرته وإتقانه لعمله وكان بيعمل في ورشة للنجارة وبعد عدة سنوات شعر انه غير قادر على العمل في هذه المهنة اللي بتحتاج لمجهود عضلي فقرر أن يطلب من صاحب العمل أن يسمح له بالتقاعد وقضى ما تبقى من عمره بين أسرته الصغيرة إلا أن صاحب العمل تمسك به لكن النجار صمم على التقاعد عن العمل فما كان من صاحب العمل إلا الموافقة لكنه طلب من النجار أن يقوم ببناء منزل ويكون هذا آخر عمل له فوافق النجار بعد إلحاح من صاحب العمل وبدأ في بناء المنزل لكن ليس بالجودة والدقة التي تعود عليها صاحب العمل حيث أنه كان يريد إنجاز المنزل بسرعة حتى يتمكن من ترك العمل لكنه فوجئ بعد الانتهاء من بناء المنزل بأن صاحب العمل يقوم بإعطائه مفتاح المنزل وذلك كمكافأة نهاية خدمته فصدم النجار وندم على تسرعه وعدم إتقانه بناء المنزل بعد علمه بأنه سيكون المنزل الذي سيقضي فيه باقي عمره وبالفعل أقام النجار في هذا المنزل الذي بني بأقل الخامات فكان الناس عندما يشاهدونه يضحكون بسخرية قائلين صحيح باب النجار مخلع ومن هنا انطلق المثل وصار يقال حتى الآن وإن أعجبكم الفيديو فضلا لا تنسوا اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته